موسيقى هم أطراف النزاع لكن في هذه الحرب للأسف العدو ممكن يكون متخفي ومش واضح للناس كتير تفاصيل أكتر هنعرفها عن هذا الملف تحديدا عشان كده مدوانا في الستوديو لواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان صباح الخير على حضرك يا فندم وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين أهلا بك يا فندم الحقيقة أنه ليس الحرب الجيل الرابع في الحقيقة كمان الجيل الخامس الحروب الغير نمطية اللي بنشوفها دلوقتي ممكن مش ناس كتير قوي فهمة فكرة أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فعلا ممكن تدار حرب هو طبعا حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع المتقدم التي تسمى بحروب الجيل الخامس تعتبر تطور لأنواع حروب تسمى الحروب التقليدية الحروب التقليدية دي بيبقى فيه عدو العدو له تنظيم وله تاكتكات احنا عارفينها زي العدو الإسرائيلي في حرب واكتوبر المجيدة إزاي أن الجيش المصري كان مخصص ومحدد أهداف لكل جندي هيعمل إيه؟ عدو واضح لكن الحروب التقليدية بما أن لها تكلفة كبيرة فظهرت الحروب الحرب بالوكالة عن طريق جماعات إرهابية دول بتجندها لصالح زعزعة الاستقرار في دولة أخرى لقينا أن الهدف منها هو يعني إحباط وزرع اليأس في نفوس الدولة المستهدفة وعندما يزرع اليأس بينمو الغضب وتثمر الفوضى ويعوم الخراب وإحنا شفنا أن حروب الجيل الرابع ديت كان قبلها حروب الجيل الأول وحروب الجيل الثاني وحروب الجيل الثالث وحروب الجيل الأول لسادة المشاهدين ودي كانت بالأسلحة البيضاء يعني بالسيف وكانوا بيسموها حرب الشجعان لأن كل واحد أصاده الثاني لكن عندما ظهر في 1800 المواد اللي هي الديناميت والمواد المتفجرة والأسلحة النارية فالاخترع المسدس كان هو اسمه كولت فكولت قال لك والآن بدأت حرب الجبناء لأنه بيبقى على مسافة كبيرة ممكن واخد ساتر ممكن مختفي وممكن يستخدم ثم حروب الجيل الثالث عندما ظهرت ميادين المعركة العميقة ومنظومات التسليح زي الطائرات الدبابات وده المثال بتاحها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بدأت أن الدول بتفكر إزاي كان مارك أندرو وده يعني مفكر أمريكي كان بيقول إزاي أن فيه دول صغيرة ممكن أن تهذم دولة كبيرة كما حدث في فيتنام لكن حد الأمريكية فبدأ يفكر يقول لك طيب ما نخلي بقى الدولة نفسها هي اللي تحارب نفسها من خلال عملاء منها وبالتالي بيلاقي أن حروب الجيل الرابع لا تعتمد على قوة السلاح ولكن تعتمد على قوة العقل والمال والفكر المؤمراتي بيدخل حاجة جديدة بقى مواقع التواصل الاتماعي دخلت في عملية هذه الحروب واللي ساعدت في انتشار الشائعات والشائعات دي اللي احنا بنجابيها الآن لها هدف هدف هو فقد الثقة ما بين الشعب وبين قيادة ولذا بنجد أن احنا فترة من الفترات مصر تعرضت لستين ألف شائعة شهرين اتنين ستين ألف شائعة بدأت أن مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تنتشرها مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يتجهوا إلى الشباب أنهم يدمنوا مواقع التواصل الاجتماعي وزي ولجا مدمني مواقع التواصل الاجتماعي بيسموهم مدمني السرايا الزرقاء الزرقاء. إحنا عندنا سرايا الصفرة. ليه؟ اللي هم عندهم خلال عقلي. الآن الشاب اللي بيععد ست وسبع وتمال ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي بيبقى مدمن. وبالتالي أطلقوا عليه مثل ذلك. إحنا بالله. أنا أسفل لمقاطعة حضرتك طبعا. بس خليني أسألك. يعني حضرتك اللي أنت عن عادة كبير جداً. ستين ألف شائع في شهرين. شهرين. يعني ده مجهود مكثف جداً. فترة وليلة جداً. مصر يا فنديم هي أساساً مستهدفة. ليس من اليوم. وبالتالي هناك محاولات كثيرة لهجل الدولة. دايماً حضرتك. ليه دايماً مصر ومؤخراً كمان تحديداً هي في وش المدفع؟ مصر هي محوى الرئيس في يعني عملية الاستقرار في المنطقة. وتحقيق الأمن. ولذا بنجد أن هناك محاولات مستمرة ليست ولدة اليوم. ولكن من أكثر 113 سنة كان في مؤتمر يسمى مؤتمر بانرمان في لندن. من بانرمان؟ هو رئيس الوزراء البريطاني. اجتمع مع تمن زعماء من الدول الأوروبية. واتفقوا على عمل على تفتيت الدول العربية. عارفين الاتحاد قوة. وهم الاستعمار القديم بدأ يظهر بصورة أخرى في عملية الحصار الاقتصاد والسيطرة الاقتصادية. تفقوا أن هم الدول التي تفتت. وكان يخطط للمنطقة العربية التي هي 22 دولة. تبقى 44 دولة. وهناك مخططات لتفتيت وتقسيم الدول. ولكن جاءت. شوفوا عدم الاستقرار في المنطقة وتريد الشرق الأوسط الكبير. هي بدأت تحط مصر في هذا الإطار. من خلال عمليات الحروب اللي هي حروب الجيل الرابع والشائعات والعمليات النفسية. كل ذلك في إطار أنهم يأثروا على مصر. مصر هي محوى الرئيس. ومصر هي عندما مصر تكون قوية. تبقى الدول العربية كلها قوية. وفي هذا الإطار نحن نلاقي أن حروب الجيل الرابع لها سمات. إيه السمات بتاعتها؟ أو خصائصها؟ الحرب بالإقراء. يخلوك التحارب غصباً عنك. تلاقي نفسك كده يعني متورطة في الحرب زي ما حدث في العراق في 2003. غصباً عنهم هم حربوا. علشان يتم تبكيك الجيش. طبعاً بعد إثارة إشاعة وجود أسلحة دمار شامل. دي ذريعة. ولكن لا يوجد أسلحة تدمير شامل. وبالتالي كان أول قرار للحاكم الأمريكي بول برايمر في العراق هو حل الجيش العراق. خلاص. هو مش عاوز جيوش. أين الجيش الأول اللي هو الجيش السوري؟ الآن برضو بيزعزعوا الاستقرار في سوريا. ولكن الجيش الوطن السوري استطاع أن يقضي على الكثير من داعش اللي كانت محتلية 45% من من أرض سوريا وأيضاً من أرض العراق. في سمة أخرى وهي القوة الذكية. إيه القوة الذكية؟ ما عدوش بيعتمدوا على القوة الحربية فقط. صحيح. بدأت وسائل الإعلام تخش. وسائل الإعلام من خلال تزييف الوعي. ويعني فرض مواقف غير حقيقية. وبالتالي بتؤدي إلى الإحباط واليأس وخفض الروح المعنوية للمواطنين. إحنا لقينا فترة من الفترات إذا مسألتك تفضلت دلوقتي وهو كثرة الشائعات. فإحنا سؤال لماذا تكثر الشائعات؟ وخاصة على مصر. لأن مصر لم تشهد حركة تنموية منذ أيام محمد علي زي الأيام دي. مشروعات بنلاقيها موجودة في كل مناحي مصر وفي كل ربوع مصر. وخاصة في منطقة سيناء اللي الدولة أنشأت 305 مشروع بيتكلف 195 مليار جنيه. بل أيضا أن الدولة أنفقت 435 مليار جنيه على موضوعات الصرف الصحي والمياه. أفهم كلام حضرتك بأن كلما زادت المشروعات التنموية وزادت الإنجازات كلما زادت الشائعات وإحتدت هذه الحرب على مصر. وعلشان كده بنلاقي فعلا في كل افتتاح أو تحقيق انتصار على الجماعات الإرهابية زي ما كان في سيناء. نعلم أن في سيناء كانت هناك عمليات إرهابية كثيرة. يكفي أنه في ثلاث سنوات فقط في 2014 و2015 و2016 كانت توجد شوفوا بقى حضرتك 1435 عملية إرهابية ضد جنودنا وأبطالنا والشرطة والجيش والمواطنين. الآن تناقصت هذه العمليات الإرهابية ما بنشوفهاش الآن لأن القوات المسلحة ومن خلال العملية الشاملة سيناء 2018 استطاعت أن تقضي على كتلة صلبة للإرهابيين وتدمر بنياتهم الأساسية. مصر عارفة أن الجماعات الإرهابية لها تكتيكات وأساليب تتسم به ألا متوقع يعني مش معقول وألا معقول وألا متوقع وبالتالي بنحقق نجاحات في هذا الإطار. هذا السبب الذي يخلي دول وأطراف إقليمية ودولية ذاتها مركز ثق العسكري كبير تريد أن تقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة مع مصر. بنلاقي أمريكا في النجم الساطة. بنلاقي روسيا في حمات الصداقة. بنلاقي بريطانيا في أحمس. بنلاقي فرنسا في كلوباطرة. حتى شوف أسماء التدريب المشترك فراعين مصريين قوة في هذا الإطار. بنلاقي أن الدول ترغب في الاستفادة من الخبرة القتالية المصرية في الحروب التقليدية السابقة وآخرة حرب أكتوبر المجيدة التي نحن على مشارف أيام وتكون الذكرى السبعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة. هذه الحرب التي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي. أي نظرية الأمن الإسرائيلي التي تعتمد على قوات جوية وقوات مدرعة وعلى حليف وهو الواقع المتحدة الأمريكية. لكن مصر كان لها مركز ثقل في هذه الحرب وهو الإرادة الشعبية. الشعب الإرادة الشعبية وروح أكتوبر. حضر كلمت عن الإرادة الشعبية. خلني أرجع لنقطة كلمت فيها وهي الأمثلة التاريخية عن الشائعات التي سببت هدم دول وفعلا قدرت أنها تهدم دول وتحول أحوالها الوضع الصعب. كلمت عن العراق. وأيضا في وقت سابق في إثر الثورة البلشفية لما حصل شائعات وقدت سقوط الأسرة الحكمة في روسيا. أريد أن أسأل أولا كيف نحمي نفسنا من هذه الحروب وكيف نتحقق من كل خبر بيوصل لنا بما أن حضرتك تتكلم عن الإرادة الشعبية. هو طبعا زي ما استدتك فضلت أن الشائعات دي منذ فترة طويلة يعني سنة خبصمية قبل الميلاد كان فيه كاتب صيني اسمه سانزو في كتاب فن العرب بيقول أن أعظم درجات المهارة هو أن أن تقهر معنويات عدوك قبل الهزيم وبالتالي حتى عمر خالد بن الوليد في معركة اليارموك بيقولوله كيف تقهر أعدائك اللهم عندما أبرز إليه في الميدان أعتقد شوف العملية النفسية أنني سأهزمه وهو أيضا اللي هو العدو يعتقد أنني سأهزمه وبالتالي بيجتمع أنا ونفسه عليه إحنا نعمل إيه بقى المفروض فيه استراتيجية لمجابهة حروب الجيل الرابع والحروب اللي احنا بنسميها غير النمطية غير النمطية لأن العدو بتاعك بنسميه عدو شبح ما أنت شايفاء أو حرب العصابات أو جماعات إرهابية بتختبئ مثل الفقران ولذا القوات المسلحة اسمحي لأننا أقول كان لها خطة اسمها صيد الفقران لأن العملية الإرهابية بواحد ليلا بيزرع بوه ويختفي بتيجو قواتنا بقى وتفتش عليه من أعمال التمشيط والمدهمة حتى تأتي إليه يبقى استراتيجية على المجال السياسي وعلى المجال الاقتصادي وعلى المجال الإعلامي يعني برنامج زي برنامج حضرتك الآن ونحن نتكلم لتوعية الشباب لأن حروب الجيل الرابع بتهدف إلى تزييف الوعي وإعطاء كاذيب وفبركات إحنا المفروض بنكون حائط صد وسائل الإعلام لازم أن الخبر نعرف لازم يكون من المتحدث الرسمي لمؤسسات الدولة الوطنية وكان الإعلام العسكري له نجاح كبير في هذا الإطار عندما يقوم ببث بيانات عسكرية لازم يكون الصوت مع الصورة يقول قضينا على إرهاب بيجو صورة الإرهاب ضمرنا عربات أو عربات متسللة من اتجاهات مختلفة يكفي أن أنا عايز أقول أن مصر الآن بتحارب في خمس اتجاهات مش أربعة فقط في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب وفي الوسط وسط اللي هما يعتبروا التبور الخامس والناس الذين يقومون ببث الفتنة والتحريض على ذلك هو ده يبقى نمر واحد الشباب لا يستمع إلى الشائعات ولا يقوم بتشيرها تطبيق القانون على المواقع التي تبص أخبار كاذبة لها هدف واحد أن هي تثير الإحباط واليأس لدى المواطنين المتحدث الرسمية يكون هناك شفافية والسرعة في إلقاء البيانات وضحض هذه الشائعات لأن الشائعة دي لها معادلة علمية إيه الموضوع في الغموض لو الغموض كبير بالتالي الشائعة بتنتشر لكن لو كان فيه معلومات الشائعة دي تقتل في مهدام طبعا يا فنم كمان ما نقدرش يعني ننسى دور مركز مجلس الوزراء طبعا اللي دايما بيتصدى للشائعات يعني طبعا هي جهود كتير الدولة الحقيقة بتحاول تقوم بيها لتصدي الشائعات والأخبار الموروطة ودايما موجودة يعني على مدار الساعة عشان تقدر يئمة تكذب الأخبار يئمة حتى تصدق عليها والناس بتستمع لها طبعا أنا على أي حال بشكر حضرك يا فندم شكرا جزيلا طبعا كنت معنا اللواء أركان حرب محمد الشهائي ومستشار كلية القادة والأركان نورتني يا فندم بسبعة الخيل شكرا لحضرتك